حالة تأهب في ريو دي جانيرو منذ أن انتشر فيروس زيكا الخطير بسرعة في البرازيل وجميع أنحاء أمريكا اللاتينية قبل أكثر من شهرين تعمل فرق خاصة في مكافحة البعوض وقد استخدمت هذه الفرق نحو 550 طن من المبيدات الحشرية لحماية المواطنين في البرازيل من بعوضة النمر المصرية وفي غضون أسبوعين سينظم هنا في سانبادروم موكب الكرنفال التقليدي الموظفون يعملون باستمرار كما يحدث هنا في سانبادروم ويسعون إلى التصدي للمشاكل في أغسطس ستنطلق دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو الحكومة البرازيلية أنزلت نحو 220 ألف جندي لحماية الرياضيين والسياح من فيروس زيكا لم أسمع من قبل عن فيروس زيكا قبل رحلتنا اتصلت بمنظمة الصحة العالمية واستفسرت عن اللقاحات الضرورية ونصحني بالتطعيم ضد الحمى الصفراء عند السفر إلى المناطق الاستوائية الحمى الصفراء وحمى الضنك تنتقلان مثل فيروس زيكا بواسطة بعوضة النمر المصرية ولا يوجد حتى الآن لقاح ضد فيروس زيكا الخطير